أهلا وسلام بكم لنتابع شرح المراحل التحذيرية لمن يريد الانتقال لاستخدام إحدى توزيع في لونكس هذا الدرس سنخصصه لشرح عملية حرق الملف المحمل على قرص DVD أو على وحدة تخزين USB الدروس السابقة الدروس التحذيرية ستجدونها ضمن موضوع واحد على المجمع ضمن دورة لونكس الطريق لما وراء النوافذ ستجدون الدروس على شكل فيديو والمنحقات الكتابية الخاصة بها إذن سأضع رابط هذا الدرس في وصف الفيديو كي تتمكنوا من متابعة المراحل الواحدة والأخرى هذا الدرس كما قلت سنخصصه لشرح عملية حرق الملف المحمل على قرص DVD أو على وحدة تخزين USB في الدرس السابق رأينا كيف يمكن أن نحمل الملف الخاص بالتوزيع التي نريد أن نجرب أو نثبث وقمنا بتحميل ملف توزيعات لونكس منت 16 وتحققنا من سلامته أي أنه لم تحدث أي مشكلة أثناء مراحل التحميل الآن لدينا الملف سواء كنا على إحدى توزيعات لونكس أو كنا على ويندوز ما هي الإمكانيات التي لدينا الآن للتعامل مع هذا الملف؟ يمكن أن نستخدمه داخل جهاز وهمي باستخدام برنامج VirtualBox هذا الشيء شرحته ضمن دورة الأجهزة الوهمية إحدى الدروس شرحت فيها كيفية تثبيث وتجربة إحدى توزيعات لونكس داخل جهاز وهمي سأضع رابط الدرس في وصف الفيديو على يوتيوب وفي الدرس الكتابي على المجمع أيضا ولدينا أيضا إمكانيات حرق الملف على قرص DVD أو على وحدة تخزين USB وهذا هو الشيء الذي سنقوم به في هذا الدرس حيث أنه بحرق الملف على قرص DVD أو على وحدة تخزين USB يمكننا استخدام القرص أو وحدة تخزين USB لتجربة التوزيع على جهازنا الحقيقي هكذا يمكن أن نتأكد أن التوزيع يمكن أن تشتغل على جهازنا دون أي مشكلة وأن العتاد الخاص بجهازنا مدعوم حيث أنه يمكن أن نجرب التوزيع دون أن نثبتها نقوم فقط بحرق الملف على قرص DVD أو على وحدة تخزين USB ونقوم بإعادة التشغيل فيقلع الجهاز مباشرة من قرص DVD أو من وحدة تخزين USB ويدخل للنظام لنظام Linux ونقوم بتجربته وإن أعجبنا يمكن أن نثبتها ويمكن فقط أن نجربه هذه أشياء سنراها في الدرس المقبل الآن نركز على حرق الملف على قرص DVD أو على وحدة تخزين USB من يريد أن يقوم بحرق الملف على قرص DVD فعلى ويندوز 7 أو على ويندوز 8 هناك أدات مدنوجة في النظام يكفي فقط أن تقوم بالضغط مرة على الملفات تفتح تلك الأدات تمكنك من اختيار هنا حرف الجهاز الذي يقوم بحرق الملفات وهنا يمكنك تفعيل هذا الخيار كي يتم التحقق من سلامة الحرق بعد انتهاء عملية الحرق وتضغط هنا على Burn أو حرق فيبدأ أو تبدأ عملية حرق الملف على قرص DVD هذه العملية مهمة حيث لا يكفي أن تقوم بنسخ الملف إلى قرص DVD حيث أنه يجب أن تقوم بعملية الحرق بحيث يكون القرص DVD قابل للإقلاع بعد أن تتم عملية الحرق أي أنه حين تقوم بإعادة تشغيل الجهاز يتم الإقلاع من قرص DVD هذا بالنسبة لمن يستخدم ويندوز 7 أو ويندوز 8 من يستخدم ويندوز XB يمكن استخدام برنامج يسمى SiriBurnerXB ستجدون رابط تحميله ضمن الدرس الكتابي بعد أن تقوم بعملية التثبيت تثبيت هذا البرنامج تضغط على Burn ISO Image أوكي وهنا تختار بلف ISO الخاص بالتوزيع التي قمنا بتحميلها على هذا الشكل وتضغط هنا إفتح وتضغط Burn Disk يمكن أن تفعل هنا Verify Data After Burning كي يتم التحقق من سلامة قرص DVD بعد انتهاء عملية الحرق وطبعا هنا تختار حرف الجهاز الذي يقوم بعملية الحرق و Burn Disk لتبدأ عملية حرق الملف على قرص DVD من يستخدم إحدى توزيعات لينكس ويريد القيام لعملية حرق الملف على قرص DVD فيمكنه استخدام إحدى البرامج التي تأتي مثبثة افتراضيا على توزيعاته على حسب الواجهة التي يستخدم إن كنت تستخدم XFCE فستجد برنامج XF Burn تضغط على إحرق الصورة المهم هو أنك تختار حرق صورة ISO وليس فقط نسخ الملف داخل قرص DVD كي يكون قابل للإقلاع إذن هنا تختار حرق الصورة وتختار الصورة وتقوم بعملية الحرق على GNOME ستجد برنامج Brass Zero أيضا فيه إمكانية حرق الصورة وعلى KDE ستجد برنامج K3B أيضا فيه إمكانية حرق الصورة ليكون القرص قابل للإقلاع هذا بالنسبة لمن يريد الحرق على قرص DVD من يريد الحرق على واحدة تخزين USB فيمكنه أيضا ذلك سواء على Windows أو على توزيعات لينكس بالنسبة لWindows سنستخدم برنامج يسمى Unit Button هذا هو البرنامج أيضا ستجدون رابط تحميله في الموضوع الكتابي المرافق لهذا الدرس هنا ستجدون رابط تحميل البرنامج وتفتح لكم هذه الصفحة هناك مسخة خاصة بWindows بلينكس وبالماك بالنسبة لينكس أغلب التوزيعات توفر هذا البرنامج في مخازنها يكفي أن تقوم بالبحث عن البرنامج في مخزن التوزيع التي تستخدم وتثبثه بعد التحميل على Windows يمكنك تفتح البرنامج بضغط مرتين فتفتح لك هذه النفذة سأقوم بالشرح على النسخة التي لديها على لينكس لأنها باللغة العربية إذن تفتح النسخة أو البرنامج يفتح على هذا الشكل فتختار هنا قرص أو صورة قرص وليس توزيع لقد كنت باختيار هذا الخيار فسيتم تحميل التوزيع التي تختار من الانترنت ومن بعد يمكنك حرقها على واحدة تخزين USB نحن لدينا ملف التوزيع مسبقا هذا هو الملف الذي لدينا لذلك سنختار قرص أو صورة قرص هنا لدينا الصورة على شكل ISO ومن هنا نختار الملف الذي لدينا فتفتح لنا هذه النفذة ونلاحظ أنه يفتح حساب المنزل أو مجلد المنزل الخاص بالروت لأن البرنامج هنا تفتحه على إحدى توزيع لينكس يفتح بصلاحية الروت نحن سننتقل للمجلد الذي فيه ملف ISO الخاص بالتوزيع التي نريد أن نحرك على وحدة تخزين USB وفي هذه الحالة لدينا الملف في مجلد المنزل الخاص بي لذلك أنتقل إليه وأختار الملف وأختار هنا افتح فيكون لدينا الملف جاهز وهنا في الأسفل أختار وحدة التخزين USB واسمها يكون على هذا الشكل في حال كانت لديك وحدة تخزين واحدة ستظهر هنا اسم الخاص بها وهنا أشير إلى أنه يجب أن تقوم بوصل وحدة التخزين USB ومن بعد فتح البرنامج كي يتعرف عليها ونهاية تضغط على موافق لتبدأ آملية حرق الملف على وحدة تخزين USB وأشير أيضا إلى أنه سيتم حذف جميع البيانات التي على وحدة تخزين USB لذلك يجب أن تقوم بحفظها إن كانت لديك ملفات مهمة إذن هذا سواء كنت على لينوكس أو ويندوز يمكنك استخدام هذا البرنامج لحرق ملف توزيع معينة على وحدة تخزين USB إذن كان هذا كل ما يقص عملية حرق الملف المحمل سواء على قرص DVD أو على وحدة تخزين USB وفي الدرس المقبل سنرى كيف يمكن أن نجرب التوزيع التي قمنا بحرقها على DVD أو على وحدة تخزين USB دون أن نثبثها نتعرف على بعض الأشياء المهمة التي يجب أن نعرفها قبل أن نبدأ بعملية التثبيت إذن نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر